وده خلينا نقول انه فيه تقارير تونسية قالت او اكدت بانه حمدي نجاز ظهير ايمن الزمالك السابق اقترب بشدة من الانضمام لصفوف العملاق التونسي الترجي قالت صحيفة الصريحة التونسية انه عودة حمدي نجاز للدورة التونسي هتكون من خلال الترجي وانه هناك مفاوضات لمجلس ادارة نادي الترجي التونسي من اجل تواجد اللعب في خط الدفاع بالفريق بسبب وجود مشاكل دفاعية لو النقاز انضم للترجي هيكون على مواجهة او على موعد مع فريقه السابق الزمالك في السوبر الافريقي يوم 14 فبراير المقبل هيكون لقاء طبعا يعني مهم جدا للزمالك وطبعا فكرة انه هو يبقى بيواجه فريقه السابق اللي ماشي منه بمشاكل اكيد يعمل ضغط على اللعب لكن يعني خلينا نقول انه الامور لسه مش مؤكدة طبعا كل دي تقارير تونسية لكن لسه مفيش حاجة حمدي موجود في مصر حاليا بيتمرن لوحده بيروح الجيم لوحده بيجري بيعمل تمارين بدنية كتير لانه طبعا بعيد عن كل التدريبات لكن نفى وقال انه لسه ما يعرفش الوجهة القادمة ليه هتكون فين لكن هو قال بانه موقفه من الزمالك هو مش شايف انه هو غلط لانه يعني كان بيخلص جدا للنادي وكان سعيد جدا في النادي الى ان حصلت المشاكل الخاصة بمستحقاته المالية وتأخرها عليه وطلبها اكتر من مرة وقصة لكل حضراتكو عارفينها اشتركوا في القناة